السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين القناة بيت الريفي للدواجر والزراعة إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية اليوم حلقتنا كثير مفيدة للي زارع عنده على الأسطح أو على شرفة المنازل جبت لكم خلطة كثير ممتازة تستخدموها بشكل دائم كل شهر مرة أو كل شهرين مرة هي للوقاية هي عبارة عن بعض المكونات بس هي مبيض حشري أو مبيض فطري ومقوي للنباتات هذا أصدقائي مبيض طبيعي ومعالج طبيعي للنباتات حتى للنمو الخضري مثل ما حكينا ممتاز يعني كثير إذا عندك ضعف بالنمو بالنبات يعني أي خلل بالنبات إذا فيه تعافهم في ضعف نمو ضعف إظهار يتعالج بطريقة كثير حلوية هذا طبيعي إذا عندك أنت بنصح بالمبيضات الحشرية أو الفطرية إذا كانت الإصابة كثير كثير كبيرة أنا بنصح دائما بالكيماوي بغير نقطع الموضوع من بدايته ولكن يعني إذا إصابة متوسطة أو أقل من الوسط ما في أحسن منها ودائما لو ما عندك إصابة إذا بتستعمل هاي الطريقة هاي البخاخة بتعبيها وتخليها عندك بالبيت مع جنب كل شهر بتستخدمها مرة أو كل شهر ونص بتستخدمها مرة للنباتات ما بتعتاز نهائيا لأي مبيدات كيموية يعني هاي الطريقة إذا استخدمناها بشكل دوري ما منعتاز لأي مبيدات نهائيا بعدين هاي الطريقة بتعطي كل الأوراق جمالية تعطيها حقها الطبيعي باللون يعني اللون الأكثر الجميل أصدقائي شو هي المكونات هلأ كل المكونات بش رح يكون أنا شو هي بس ما حاسي نطول عليكم المقطع مشان ما تدايقوا مني هلأ هاد فلفل حار مطحون فلفل حار هاد فلفل فلفل شو بتسموه أنتو هلأ هاي كربونات الصوديون هاي كربونات الصوديون هاي قرفة وهذا خلق إصطناعي وهون عنا مصحوق غسيل بودرة مصحوق غسيل بودرة هلأ ها أعطيكم موجز عنهم شو هنا شو فوائدهم هلأ الخل هلأ الخل مساعدة طرد الحشرات الفطرية لعلاج الأمراض الفطرية وطرد الحشرات الطفيلية بيساعدها وبيقوي التربة إذا التربة ناقصة حموضة عم بعطيكم شو بيفيد كمان للتربة إذا ناقص الحموضة بيرفع لها حموضة بالنسبة للفلفل الحار بيطرد هذا النمل وبيطرد الحشرات الطفيلية وبالنسبة للكربونات الصوديوم وبيطرد المرض الفطري إصابات الفطرية بيطردها كلياتا وبيقوم بالحماية للنبات وبيعطيه للون الأخضر الحلوب وبيعطيه الشكل المناسب للنبات وبيقوي بالنسبة للإرفة كمان طارد للحشرات طارد للنمل وهو هرمون تجزير إذا بقي ضعف للنمو بيقوي وبينجطو بودرة الغسيل هي إذا كان فيه موجود مثل التصمغات من حشرة المن على الأغصان بيقوم بإزالتها نهائيا لتأخذ الأغصان والأوراق تأخذ راحتها أحبابي هل المكونات لكأسين من هذا القياس كأسين ما هي المكونات مناخذ أيضا قرفة ما يقارب تقريبا فينا نقول 25 جرام يعني هدول في الحجم شايفين هدول في الكمية مناخذ معلقة طعام كربونات والصوديوم ملعقة واحدة كربونات والصوديوم فلفل حار مناخذ ملعقة كاملة كمان هذا فلفل حار حاد حاد يعني شطة نحن نسميه شطة بس هذا فلفل شغل إيدي شغل البستان عندي أنا بأخذ الفلفل من زعرعاب يبس سويها منهم وهذا خل أصطناعي منحط ميقارب الثلاث معالق شوفوا التفاعل اللي صال كربونات والصوديوم مع الخل شوفوا التفاعل اللي بصين ثلاث معالق شايفين أنا أعطيكم خلطة ممتازة ممتازة إيمكن بتشوفوا مقاطع خل على الحل مثلا أو مقاطع فلفل وارفع الحل أو دواغ غسيل مع الخل أنا دائما بكل الفيديو هات أذكر أي أسمية أو أي مبيدات تحضيرها أحاول تكافؤ بين وفي نفس الوقت أنه تفيد النبات وتكلف أقل هل ترون هذه تكلفة كلية لا تكلف 25 سنة يعني 4 دولار تكلف كلية شوفوا التفاولات شوفوا الرغوة اللي صارت ومناخد مناخد معلقتين مسحوق غسيل أي مسحوق غسيل ما حنعمل دعاء أي معلقة وهي اتنين شايفين كيف ونضيف عليهم الماء بتكون نضيفوا ماء شوية شوية مش هنرغو والتفاعل طبعو نحن بعد ما ضفنا الماء بنحرقهم ومنتركن يتخمروا لتاني يوم هذا بنقوم تصفا يطول بهذا الشكل لازم يتخمر أقل الشي أقل الشي يتخمر مايو قارب 12 ساعة يعني ساويت انت هذا هلا نرجع من عبي مكيال ثاني نومين نفس هاي الكاسة نحنا عم بطي لعيارات على هدول الكاستين بخاخة قدش حجمها عنكم ما بعرف أنا التخمير التخمير مع المواد بده يكون التخمير مع المواد بس أنا ورجيتكن العيار قدش هو بيطلع هو التخمير بده يكون مع المواد الثاني يوم او 12 ساعة و 24 ساعة بنرجع من صف يوم بعد ما جهزنا المكونات وصارت عنها هاي بإمكانك تحتفظ فيها لأين تماكن ما بيأسر يعني اسبوع اسبوعين ما بيأسر إذا عندك الخليط جاهز كيف طريقة الاستعمال نفطرد هاي نبتين عندي هاي السجاد هاي من ثلاث ايام زرعت أنا وبخها هاي الشكل شايفين بهالشكل بخينا ومنبخ وجه التربة مشان إذا في عندك نمل في حشرات كله بيروح كله بيروح شايفين بهالطريقة من الرشة وبالذات هاي للنباتات الصالونية اللي بيمسحوا التوشوك اللي بيمسحوا الأوراق طبعه هاي ممتاز بإمكانك تبخ طريقة الرشة مثل ما حكيت هلأ أنا بالشهر أو بالشهر ونصف بإستخدام إذا نباتك سليم إستخدام كل شهر ونصف أو كل شهر أو كل شهرين أنت حر على حسب أنت عندك درجة الحرارة أو نسبة الخطورة عندك المهددة بإصابات مثلا النباتات أو إذا أنت محافظ عليهم بشكل كبير المهم أقل الاني يجب مده كل شهر لازم أقل من ذلك مؤذي يحدث كل شهر ترش مرتين اليوم رشنا ثاني يوم ما مرش ثالث يوم مرش يعني من ريح يوم ومرش وعندما ريح يوم ومرش المرأة الثانية هذا للوقائي ما في منه تستغني عن المبيدات الكيموية كل ياتا وبإذن الله مثل ما نحكي إذا عندك الورق ضعيف يعطي نظارة يعطي لون جميل يعطي نمو أنا كل مادة سأرى لكم ما فائدة جربوها هذه الطريقة وبإذن الله لا تعتزوا شيء وما حكيت 25 سنة لا تكلف ولا 10 سنة لا تكلف أما اليوم مستحضرات الكيموية كياتا غالية وهيك للوقاية أنت ممتاز 100% ولكن إذا عندك الإصابة متفحلة وكبيرة كثير أنا أتصح بالكيموية لنقطع المرض من أساسه أما للوقاية والإصابة متوسطة وتحت المتوسطة هذا ممتاز وهيك إن شاء الله ما ننسينا شيء لا تنسونا من الاشتراك والأعجاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته